مصدر بالنادي الاهلي قال لرقم 10 ان مجلس الادارة لسه بيفكر فيه موضوع اقامة مؤتمر عالمي للرد على الاحداث اللي سبقت النهائي الافريكا والخلاف بين النادي والكاف على الملعب اللي هتقام عليه المباراة وان المباراة كان لازم تكون على ملعب محايد وقال المصدر لرقم 10 ان في تواصل مستمر واجتماعات ودية لم تنقطع بين اعضاء مجلس الادارة برئاسة كابتن الخطيب وبين شركة الكرة برئاسة ياسين منصور ومعاهم كمان لاجنة التخطيب برئاسة محسن صالحة لو سألتني على الرأي لو سألتني على الرأي اصلا فكرة تقومة مؤتمر صحفي العالمي دي ما كدش فكرة عظيمة يعني ما كدش فكرة يعني بص ما يعني مش هتجيب لك هدف يعني مش هتجيب بيها جول مش هتوصل بيها لحاجة حتى لو حبيت المؤتمر ده عشت تفاطفة فيه فمش هيأثر اي شيء بس بس ادام قلت يبقى لازم تنفذ عشان الاهلي قرر موضوع المؤتمر الصحفي العالمي ده في بيانين تقريبا على ما تذكره ممكن اكتر فأدام الاهلي قال يبقى الاهلي ينفذ ده الاهلي لو سألتني من الاول كنت اقولك لا مش محتاج انت مؤتمر صحفي العالمي ده خلاص المباراة هتتلعب والمحكام الرياضية رفضت طلبك والمؤتمر الصحفي العالمي ده عشان توصل بيه حاجات فكده كده اصلا مش يعني محدش هيسمع بصراحة يعني محدش هيسمع ومحدش هيتأثر محدش هيعمل حاجة يعني خلاص بس لازم الاهلي يعمله خلاص قضية الامر بصراحة في رأيي يعني طبعا الاهلي هو حر ادارة النادي هي التخزي القرار كما تشاء بس ادام انت اقولت فها تنفذ ببساطة يعني اشتركوا في القناة